بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو نوردة عن إذا تعمل حساب تويتر جديد أول مسامة الجديد بتاعه برنامج lex بندخل هنا في تويتر بعدين بتدوس هنا على إنشاء حساب بتختار هنا اللغة المفضلة بتاعتك بعدين هنا بتكتب اسمك بعدين هنا البريد إلكتروني هنا بتكتب تاريخ الميلاد بتاعك بعدين بتدوس على التالي هجل لك رمز أو كود على الإيميل بتاعك اللي انت كتبته بتروح تجيب الرمز بندخل الرمز هنا بعدين بندوس على التالي هتكتب هنا كلمة السر اللي انت هتعملها بعدين بتدوس على تسجيل هيجي لك هنا بيقول لك ترفع صورة للملف الشخص بتاعك تقدر ترفحها عادي من هنا وكمان ممكن تعمل تخطي لو هترفحها بعدين فانا هعمل تخطي هنا بيقول لك اسم المستخدم اللي انت عايزه واسم المستخدم ده لو مسلا حد يبحث عنك في تويتر لأن فيه مسلا اسم محمد ده كذا اسم فاسم المستخدم بيميز كل حساب عن التاني لأن ما نفعش أكتر من واحد يستخدم نفس الاسم بيقول لك لو هتعمل سماح اللي جاءت للاتصال ان هي تترفع في تويتر ودي مزيتها مسلا لو عملت السماح في تويتر نفسه يقترح الحسابات اللي انت مسجل رقمهم يعني انت مسجل رقم أخوك ممكن يجي لك في اقتراحات تويتر يجي لك الحساب بتاع أخوك ونفس الكلام برضو هيظهر حسابك للناس التانية لكن انا هنا مش هعمل سماح وبتدوس هنا ليس الان كده انت عملت حساب تويتر وبيقول لك هنا ايه الاهتمامات بتاعتك علشان اقترح لك حسابات زي الاهتمامات بتاعتك يعني انت مثلا لو مهتم بالكورة او مثلا بالنادي الاهلي بتدوس هنا متابعة وكمان محمد صلاح علشان تابعوا الكورة ورضو فمعنى كده انك تابعت ناس الليها علاقة بالكورة والتويتر نفسه اقترح لك حسابات تانية تخص الكورة بعدين بتدوس على التالي وبكده انت عملت حساب في التويتر ياريت لعجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوفوا بالفيديوهات